معي هنا في الستوديو يمان شواف أصحفي بغرفة الأخبار ليجمل لنا آخر تطورات دير الزور وكيف نفهمها جغرافيا وما العوامل التي ساعدت بفك الحصار اليوم بعد ثلاث سنوات من قيام داعش نصر الخير طبعا ميسون كان العامل أبرز يمكن لتقدم قوات النظام مع القوات الإيرانية أو ميليشيا حزب الله اللبناني سيطرت على مدينة السخنة اللي هي مدينة كتير مهمة هاي المدينة بتربط الطريق الرئيسي بين دمشق ودير الزور وانطلقت هاي القوات كان في تقدم بساعات المسافة الجغرافية اللي سيطرت عليها مقارنة مع المدة الزمنية من خلال تواصلي مع ناشطين وحتى من اللي موجودين بمعبر ارتنف أقول لي مستحيل النظام يقدر يتقدم هاي المسافة إلا باتفاق ربما مع تنظيم داعش حتى الآن ما بنعرف تفاصيل هذا الموضوع لكن هذا على الأغلب اللي يمكن حدث في الأيام الأخيرة أكيد اللي هو عطى فرصة لهاي القوات أنه هي تقدم مسافات كتير قوية وطويلة تقترب من المدينة حتى ما قدرت توصل من هذا الطريق الرئيسي اللي هو دمشق دير الزور أخذت طريق تاني ووصلت هذا الطريق لأحد الأحياء وفكت يعني وصلت لأحد الأحياء في مدينة دير الزور بالمقابل المطار لا يزال محاصر طبعا من قبل تنظيم داعش الوضع الإنساني سواء للمدنيين اللي بمناطق اللي بسيطر عليها النظام اللي كانت محاصرة طبعا من داعش أو اللي بالجهة الثانية اللي هي مناطق محتلة من قبل داعش وضع جدا مأساوي ووضع إنساني جدا صعب ما فيه إمكانية لوصول الإغاثة نحن بنعرف تنظيم منع داعش طبعا منع عمل الجمعيات الإغاثية أو الطبية فالوضع جدا سيء هلأ ربما يكون الوضع بالنسبة للناس المدنيين بعد فك الحصار يعني على المنطقة كانت المنطقة محاصرة لثلاث سنوات من داعش نحن بنحكي عن مناطق النظام يمكن الموضوع يكون أسهل للمدنيين طبعا بعد قصف روسيا أيضا إلى أي درجة هو ساهم أكيد أكيد ساهم هذا الموضوع هلأ روسيا قالت أنه كان في قصف لكن يعني من خلال أنا متابعةي على الجغرافيا نحن شفنا معاركة الرقة مثلا معاركة الرقة أخدت وقت كتير طويل أخدت أيام كتير طويلة لما أنت بيشوفي تنظيم داعش فجأة بيتراجع مسافة طويلة من الكيلومترات وبيسلم مدن استراتيجية فيه نوع من التفاهم ربما بين التنظيم والنظام ولكن بيقولك قطعا مستحيلة تكون المعارك هي اللي عاطبت قوة للنظام موضوع تفرغ حزب الله كما قال كثيرون بأنه هذا ما أراده بعد الاتفاق على الحدود السورية اللبنانية تفرغوا لمعركة دير الزور ولمعركته مع داعش هناك ليصد كل إمكانياته من خلال المقاتلين والأسلحة والعتاد نعم ميسون هو الأهم في الموضوع معبر التنف اللي هو موجود في أسود الشرقية وقوات من الجيش السوري مع القوات الأمريكية هذا المعبر اللي كان كتير مهم بالنسبة للميليشيا الشيعية العراقية المدعومة إيرانيا حتى قوات الحرارة السوري الإيراني اللي حاولت توصل لهذه النقطة وتعمل صلة وصل إيران العراق سوريا لبنان فهذا طريق طبعا أمريكا وأسود الشرقية منعت هذا السيناريو قطعا فما كان عند النظام سوى أنه هو يروح لدير الزور فهو فعليا نلتف فأصبح معبر التنف محاصر بشكل كامل وأصبحت القوات الموجودة قوات أسود الشرقية مستحيل أنه هي تبدأ معركة دير الزور اللي كان في حديث عن أنه رح يكون في معركة بدعم أمريكي لتحرير دير الزور بالتعاون والتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية هذا الأمر كان رح يكون من الشداد وكنا نحن حكينا عن هذا الموضوع قبل هذا الأمر يعني التنف أصبحوا محاصرين بشكل كامل مستحيل يقدروا يقوموا بأي أمر عسكري إذا بديوا يقوموا بأمر عسكري رح يكون من جهة الشداد انطلاقا لريف دير الزور من جهة ثانية كما كنا نتحدث منذ قطرة قليلة بالضبط نعم أنا أشكرك على كل هذه المعلومات في الستوديو يامان شواف الصحفي بغرفة أخبار الآن شكرا